بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولزينب ولزينب النوح لفقد شقيقها ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركع اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمعي اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بظلم يا أخي والسوت ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى أنعم جوابا يا حسين أما ترى يا شمر الخنعى بالسوت ألم أضلغي فأجابها من فوق شاهقة القناة قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي أنا بعيني أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك يا أخي الموت لا يرضى بدعا لأيك كرحنا تركلنا في دالة أنا مشي وأعثار بالمطاعين مطاعين ياه منكم حسين لما نسمع هزاد لونين أنا حسين يا زينب أنا حسين زينب هذه بطلة ومجاهدة وعابدة وزاهدة وشجاعة وهي فقيهة آل محمد بعد أمها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي المرأة الثانية في الإسلام بعد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء معصومة بالأصمة الصغرى كانت مع أخيها الحسين كانت الحجة البالغة إنما أخرجها الحسين معه لإتمام الحجة ولولا زينب لما تمت الحجة الحجة كاملة بزينب هذا موقف عظيم يذكره الإمام الحسين سلام الله عليه لأن قضية الحسين وموقف الحسين كما قال الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه قال لا يومك يومك يا أبا عبد الله تأملوا العبارة إذن كل من كان مع الحسين يشترك بهذا العنوان ويشترك بهذا المستوى العظيم لا يومك يومك يا حسين إذن لا يومك يومك يا زينب ولا نستطيع أن نأتي بأشخاص ونقول هؤلاء مثل زينب أو هذا مثل الحسين لا يومك يومك يا رقية أيتها العزيزة يا من نففت حياتك وقضيت نحبك على رأس أبيك الحسين رقية حبيبتي أيتها الغالية هذه عمتك على مقربة منك في الشام ولها مقام في القاهرة في مصر وفي كربلاء وفي عسقلان وفي كل مكان أينما يوجد هناك معلم ويوجد هناك ذكر للإمام الحسين أيضا يوجد معه الذكر لحوراء كربلاء وعقيلة بني هاشم السيدة زينب التي حطمت الأغلال والقيود ووقفت كأنها جبل من الصبر نزعت كل ألقاب الأمويين والشجرة الملعونة في القرآن نزعتها وتحدثت معهم بلسان فصيح كأنما تفرغ عن أبيها أمير المؤمنين في مجلس يزيد بن معاوية كما كانت في الشام وفي كربلاء الإمام الحسين أوصاها أخي زينب لا تشقي علي جيبا أفهموها جيدا أحبك قال لها إذا أنا قتلت فلا تشقي علي جيبا يعني ساعة مقتل في كربلاء لا تشقي علي جيبا أما بعد مقتل الحسين فالأمر يعود لسيدة زينب بدليل أنها أهوت إلى جيبها فشقته في مجلس يزيد بن معاوي والجيب هو الثوب الهاشمي على الملابس كله ونادت بصوت حزين يقرح القلوب لما نظرت إلى يزيد الفسق والفجور يضرب رأس الحسين ريحانة رسول الله بصوته فنادت يا حسينا يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنا يا ابن فاطمة الزعراء قبرها ومسجدها ومرقدها باب من أبواب الله لقضاء الحوائج لتطيب النفوس القرب من هؤلاء نور لأنهم سفن النجاة وسفينة النجاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ومحبتها واجبة وفريضة في القرآن الكريم انظروا إليها وهي تنتقل من بلد إلى بلد تقف هناك وتعلن هذا المعنى قالت صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساك كما تساق الإماء أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا له يوم فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء واليوم تجعل بنات رسول الله مربطات بالحبال في مجلسك أمن العدل يبن الطلقاء يجب أن يعرف المسلمون هذه الحقائق لأنه سبب التدهور في وضع المسلمين اليوم أنهم لم يعرفوا هذه الأمور ولم يعرفوا هذه الحقائق ولم يعرفوا مظلومية أهل البيت ولم ينصروهم فكان هذا الانحطاط الذي يجري عليه العالم اليوم سببه هذا إذا عرفنا مظلوميتهم ونصرناهم صدقوني وعدنا إليهم ورجعنا إليهم إلى مدرسة أهل البيت ممكن أننا نخفف من هذه الآلام الشيء الكثير نرفع الظلم عن الناس أحبة لأننا نعود إلى النور بينما الخروج عن أهل البيت يقع يوقعك في الظلع فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قول الله تعالى ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يبن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن إلى آخر قطابها حتى رجعت إلى كربلاء في زيارة الأربعين ورجعت إلى المدينة وجلست هناك تقيم مآتم العزاء على أخيها الحسين ولم يجري عليها سوى زمن قصير ما حال عليها الحول لحقت بأخيها الحسين لأنها كانت تبكي الليل والنهار على أخيها الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجاءت إلى دار الحسين ورأت تلك الدار خالية من الحسين فحنت وأنت ووقفت على قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا جداه يا رسول الله لقد قتلوا الحسين أخي وذكرت ما جرى عليهم وسبقها بشر بن حذلم يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار أسأل الله لكم التوفيق بمحمد وآله الطاهرين والنجاح في حياتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر